موسيقى مشاهدين الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم على شاشة 17 في شورة مع الحدث نبدأها بكلمة لا بد منها إنه قانون لعين وإنها شرعية نيابية مزيفة إنه قانون سيء وفاسد وملغم ينفر الناخب ولا يبرز إرادته بل يشوهها ويزورها ويبطل غاية الانتخابات هذه صورة ووصف حقيقي عن واقع الحال الانتخابي الذي نعيشه اليوم وهذا هو رأي علمي واضح وصريح لمجموعة من القضاء والأساتذة الجامعيين والقانونيين والمشرعين وواقع الحال هذا يشوه العملية الديمقراطية ويتنافى مع مطالب الشعب مصدر السلطات والتي عبرت عنها ثورة 17-20 ويؤكد هؤلاء الخبراء أن القانون الانتخابي والتي ستجري الانتخابات بناء عليه هو قانون دبجته أحزاب السلطة لتقاسم المقاعد رضائيا في أغلب الدوائر وإن هذا القانون هو أسوأ القوانين الانتخابية على الإطلاق لأنه قائم على نسبية مشوهة ولأنه قائم على صوت تفضيل واحد يدفع الناخب نحو الاقتراع المذهب وقع الحال هذا مر ولكن الأمر منه هو حماس حزب الله وحلفائه لإعادة السيطرة على المجلس النيابي وبالتالي تحقيق انتصار لمشروع الحزب السياسي ووراءه الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومات الولي الفقه وبالتالي أيضا وصول صهر العهد المفضى ووراثة عمه في قصر بعبدة إن هذا ما ينتظرون ولذي لديه رأي آخر فلا يتفضل ليقنعنا عكس ذلك من سيفنتين نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث نبدأها بأهم العنوين نواب العار يحاولون دهس الشعب بعد أن سرقوه وأذلوه وفجروه وللظالمين جولة الكابيتل كونترول مصرحية أبطالها حرمية الدولة والمصرف المركزي والمصارف تشبيه الرئيس بري بالنبي يلاقي ردود فعل مستنكرة سياسيا وشعبيا وفي الجولة أيضا الكباش الإسرائيلي الفلسطيني مستمر والقدس الساحة المركزية للصراع بوتين لم يتراجع ويضغط على الخاصر الشرقية لأوكرانيا لتحقيق انتصاراته أهلا وسهلا بكم مجددا على شاشة سيفنتين تتسع حركة الاعتراض على قانون الكابيتل كونترول بصيغاته الحالية فيما أطلت احتجاجات نقابات المهن الحرة لتظهر حجم الاعتراض على عدد من بنوده في وقت لم تحرز الليجان المشتركة تقدما ولتزال تدرس القانون مع استمرار الخلافات بشأنه وبالتوازي تحفوزات كبيرة لجمعية المصارف في ضوء ما سرب من اقتطاعات على الوضائع المصرفية وتحميل الخسائر للمدعين والمصارف فقط مع تنصر الدولة وتحييد البنك المركزي عن التزامات سد الفجوة الكبير دخول رئيس الحكومة ناجيب ميقاطي على الخط ومسارعته في نفي ما يتم تداول به عن تفريض بحقوق المدعين وضرب القطاع المصرفي مؤكدا أن هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء وسنرى ما يحصل غدا عند اجتماع الحكومة حكومة لا أجوب لديها بعد بالنسبة لخطة التعافي ويبقى الالتباس سائدا في المطمون فيما ينتظرها صنطوق النقد كبرهان أساسي على جدية العمل بالإصلاح وبالتالي تبقى الكرة في ملعب السلطة لتقديم المطلوب منها قبل أن يداهمها التأخير ثم التأجيل وفي ساحة النجم وقبال إنعقاد جلسة مشتركة للجنتين المال والعدل قطعت جمعيات المودعين لبعض الوقت الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي وذلك تعبيرا عن اعتراضا على محاولات المجلس النيابي تهريب قانون الكابيتل كونترول المسخ واللا الدستوري وقام المحتجون بالهجوم على سيارة النائب إليل فرزلي وبعض النواب الداخلين المجلس النائب إليل فرزلي في حديث لأحد الإعلاميين يقول أنه من حقه دهس أي إنسان يعترض طريقه حتى لو أنهم مواطنين يطالبون بحقوقهم المسلوبة أزمة ترغيف الفقراء تابع فقد عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سليم سلفلة اجتماعات لبحث موضوع القمح والطحين واستقبل تجمع المطاحن ممثلا كل المناطق وتم البحث في كميات القمح المتوافرة وموضوع الدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولي وأكد سلام أمام التجمع حرصه على استمرار تأمين المواد الأساسية لصنع الخبز واستمرارية القطاع في العمل ضمون رقابة مشددة لناحية الكميات والتوزيع العادل للطحين تلافيا لتكرار أزمة الشح وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث سجل في السوق السوداء 25750 ليرا للدولار الواحد وعلى صعيد أزمة النفايات التي عمت الشوارع المعالجات الطرقعية مستمرة بعيدة عن أي خطة طويلة المدى فبعد عقد اجتماع مشترك في وزارة الداخلية بين وزيرات الداخلية بسام مولوي والبيئة ناصر يسين ومحافظي بيروت مروان عبود وجبل لبنان محمد مكيوي ورئيس مجلس الإنماء والأعمار ورؤساء بلديات واتحادات البلديات وممثلون عن الأجهزة الأمنية تم الاتفاق على تأمين الحماية لمطمر الجديدة وقد استؤنفت صباح اليوم أعمال رفع النفايات من شوارع بيروت على أن تستأنف في المتن وكسروين غدا اعتبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أنه لا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات في المؤسسات الوطنية ومن يحجز مراسيم تتعلق بتعينات للفئات الثالثة وما دون أن يضغط باتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات وردا على سؤال حول كلام رئيس الجمهورية عن تعليق مرسوم غرف التمييز سأل خليل من عطل التشكيلات القضائية على مدى عامين أمنيا توافرت معلومات لدى قوى الأمن الداخلي عن قيام شخص بانتحال صفة طبيب تجميل وإجراء عمليات جراحية تجميلية أدت إلى تشويه وجوه العديد من ضحيات وتمكنت دورية بعد تحديد هويته من توقيفه على مدى سيارته أمام منزله في بلدة عرامون وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إجراء عمليات جراحية تجميلية لعدد كبير من الزبائن داخل عيادة قام باستئشارها في محالة الأشرفية علما أنه غير حائص على أي شهادة تخوله مزاولة هذه المنة شراء الذمم وشراء الكرامات موضة انتخابية تجارة مربحة للمرشح وخسرة للنائب للناخب الرخيص حبوب شاي ملح وسكر ومؤخرا البيض للأسف عاد لبنان مهد الحضارات إلى زمن الإعاشات أحزاب الأربعين عام والأربعين حرامي يستعرضون كاراتينهم المكدسة متفاخرين بالرشوة الانتخابية الرخيصة ولعلها كانت سياسة ممنهجة لإفقار الشعب حتى أصبحت هذه الكارتونة هدفه ورمزية مقلقة مع تسارع الأزمات تعيدنا إلى زمن الحرب والمجاعة دون استثناء تنشط جميع الأحزاب السياسية في عملية تصوير وتوزيع الإعاشات على جماهيرها تحت شعار المساعدات الإنسانية حملات تصويرية دعائية ترويجاً لعطاءات الأحزاب السخية على أبواب الانتخابات فلا يوفرون فرصة حتى في الأعياد شوفيني يا منيرة إضافة إلى إدارة منظومة دعم صحي للمناصرين للأسف يصور هذا الأمر وكأنه انتصارات وإنجازات تحققها الأحزاب أمام جمهورها فرغم استهزائي البعض إلا أن البعض الآخر يعتبر أن لولا هذه الإعاشات كتر خير كنجعنا لكن وحده وحزب الله قفز عن الجميع بإمكاناته ليعلن عن إطلاق منظومة رعاية وخدمات اجتماعية وصل إلى حد التفنن الهندسي والفوتوغرافي في استعراض الحصص الغذائية ولسق الصور والأعلام وإنتاج الفيديوهات التي رآها البعض إمعاناً في الإذلال وتبسيط لمشاكل وحاجات الشعب اللبناني ومقومات صموده وفي ظل إنعدام الإنجازات والانتصارات تسعى الأحزاب إلى تصوير كارتونة الإعاشة وقالون الزيت كأنتصار ما يعبر عن مدى انفصال القواعد الشعبية عن هذه الأحزاب أحزاب العار والإذلال والرشاوة الانتخابية مخالفات أخلاقية وقانونية يتفاخر بها من سرقون وقتلون وجوعون خذوا إعاشاتكم خذوا كراسيكم بس خلوا لنا الوطن في الذكرى تسعة وثلاثين تفجير السفارة الأمريكية في منطقة تعنم ريسي ببيروت أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوريثي شي أن هجمات السفارة لم تكن ضد الولايات المتحدة وحدها وقالت في كلمة لها بهذه الذكرى اليوم هو ذكرى جليلة بالنسبة لنا نتذكر فيها الهجوم المروع الذي أودى بحياة 52 شخصاً في 18 أبريل 1983 وفي شهر سبتمبر من العام التالي في هذا المكان هنا بالتمام فقدنا 23 شخصاً إضافياً وتابعت شي لم تكن هذه الجماد ضد الولايات المتحدة وحدها بل كان من بين ضحاياها أمريكيون وموظفون لبنانيون محليون إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي في لبنان لهذا السبب نقف اليوم متحدين كما فعلنا في كل سنة منذ العام 1983 لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم من الأمريكيين واللبنانيين ولأجل تجديد التزامنا بالسلام والأمن في لبنان في المتفرقات وجه مجلس نقابة موظفين ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان رسالة إلى الموظفين أكد فيها التمسك باللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للحصول على الحقوق المستحقة منذ أكثر من عامين ومن تغريدات اليوم تغريدة لرئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان جاء فيها انتخبوا من لا يستغل الدولة لمقارب شخصية وفئوية أو حزبية وانتخابية لتنتخبوا من عبث بالدولة فسادا عبر توظيف إسلامه وتعيين الموالين له وتغريدة أخرى للنائب بلال عبدالله جاء فيها قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل بالتعاون مع وزارة العدل وقضاطها ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب وطلب مهلة شهر لإعادة الدراسة انقض الشهر والمشروع ذهب ولم يعد ربما يزعج الكثيرين إصرارنا على الاستقلالية الكاملة وفي تغريدة رد فيها رئيس حركة النهج النائب الصابق حسن يعقوب على مناصرين رئيس بره واصفين إياه بالنبي قال يعقوب كنا نتوقع الجنون الانتخابي القوى المتسلطة مأزومة المعارضة ضعيفة ومشتتة والأنفاق الانتخابي بلا سقف وأضاف يعقوب أما ادعاء النبوة فهذا كفر وتجاوز للعقل والجنون ربما المناصر متزلف ومستعبد أما قول المرشح أنه نبي فهو يشبه الوهية فرعون والنمرود وهذا أحد أسباب عزوفنا مبكرا عن خوض الانتخابات بمناسبة أعياد الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي أصدرت نقابة الصحافة اللبنانية بيانا أوضحت فيه عن تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة في 22 نيسان 2022 وأحد الفصح في 24 منه وذلك عملا بقرار مجلسي نقاباتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال اتباعة وشركات توزيع المطبعات ونقابة مخرجي صحافة ومصممي الجرافيك أزمة الصيدليات من أزمات القطاعات جميعا ماذا يقول الصيدلي لتوضيح واقع القطاع المأساوي تقرير بيفيان خداش فقدان الأدوية وغلاء أسعارها لا تقع على أصحاب الصيدليات فهم كباقي المواطنين يعانون من الأزمات التي أنتجتها سلطة الفساد والتحاصص كيف يعبر الصيدلاني مكرم أبو شقرة عن هذا الوضع الصعب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون أمراض المزمنة وما عم بلقوا أدويتهم بالصيدلي المفروض يكون في عندهم سئة كاملة بالصيدلي لأن الصيدلي هو الخبير الأول في الدواء على جميع الأصعد فممكن الصيدلي أنه يبدل الدواء بتركيبات تانية مناسبة هذا الشيء سهل بهذه الفترة التبديل على أزمة الأدوية وانقطاعها بأغلب الصيدليات وتفوض الأسعار من ناحية أخرى سهل العملية بين الصيدلي والمريد صار المريد يقتنع أكتر أن الصيدلي يبدل له الدواء وكيف يتعاطى الصيدلي مع الذين لا يملكون ثمن الدواء يحاول الصيدلي أن يبدل الدواء بدواء مماثل وسعر أقل هذه بالدرجة الأولى هيك عم نساعد الناس في بعض الجمعيات الخيرية وبعض الأشخاص عم بيتركوا ودائع ماديه كمساعدة للأشخاص اللي أكتر حاجة للدواء كمان هدا موضوع تاني عم نساعد في الناس أديات اللي عم بيعيش الصيدلي كل يوم بصيدليته هن كتار بس كلك الأهم منهم أول شي في إدام بعض الأدوية خاصة أدوية الكرونيك طبع الأمراض المستعاصلة ثانيا تفاوت الأسعار اللي عم بوجهها الصيدلي كل يوم على حسب سعر صرف الدولار هادي مشكلة تاني في عنا كمان المواصلات والتأخير بتسليم بعض الأدوية والشروط اللي عم تضع الشراك على الصيدلي اللي يستلم طلبيته كلنا في الهم ضحايا والخلاص يجب أن يكون في أيدينا لنتحرك أما المواطن الذي يصارع من أجل الحصول على دوائه فكيف له أن يقتنع بدواء جنيريك لم يعتد عليه من قبل؟ في أنبائنا العامة دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي لافتان إلا أن هناك موقف موحد في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إزاء العدوان وسيلتقي منصور اليوم مع كتلة عدم الانحياز لمواصلة الضغط على إسرائيل مؤكدا أننا طلبنا توفير الحماية وهذا الأمر من أولوياتنا في غدون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين مطلوبين في الخليل وبيت الأحم ومخيم بيلاطا وشارق نابلوس فيما ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية أن إسرائيل قررت إغلاق باحات الأقصى أمام دخول اليهود ابتداء من يوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان وفي الوقت الذي داعت فيه جماعات الهيكل لساحات الحرم القدسي لمناسبة عيد الفصح تواصل الشرطة التضييق على الفلسطينيين ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى ومنعت الكثير من المواطنين خاصة الشباب من الدخول الأقصى لأداء صلاة الفجر على صعيد آخر وقعت أزمة بين الأحباش الإثيوبيين والأقباط المصريين في مدينة القدس الذين تعرضوا للاعتداء على أيدي إثيوبيين في دير السلطان بالقدس بسبب وجود علم مصر على أحد أبواب الدير حسب ما صرح به المطرن الأقباط في القدس قائلا الأحباش الإثيوبيون استغلوا التجمعات التي تأتي من جميع الأماكن للدير في أسبوع الألام لوضع العالم الإثيوبي عليه وأضافة نريد أن نصلي في سلام ونريد أيضا أن يصلي غيرنا في سلام ولكن الإثيوبيين يريدون تحويل دير السلطان لمستوطنة إثيوبية وأنا مش حسكت أنت تضطرني أن أتصرف ولا تترك لي المجال لأكون هادئا في سوريا ذكرت وكالة سانا السورية أن هجوما تركيا بالمدفعية والمسيرات شن على بلدة أبو راساين بريف الحسقة ولم تنشر معلومات عن ما خلفه هذا الهجوم التركي وعلى صعيد آخر أشار أحد المحافظين الإيرانيين في منطقة شمال غرب إيران أن العلاقات بين إيران وتركيا تشهد نموا لافدا إلى دور المحافظات الحدودية في هذا مجال تحسين هذه العلاقات الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتات وثيران انقساما بين أعضائه خصوصا في شأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد في حين تنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا نهاية الشهر الجاي في جديد الحرب الروسية على أوكرانيا أعلنت كييف اليوم التوصل إلى اتفاق لفتح ممر إنساني بعد أن تعثر هذا المسعى مرات عدة منذ يوم السبت الماضي فيما ترزح ماريوبول المدينة الساحلية جنوب أوكرانيا تحت الركام منهكة بعد أصابيع طويلة من الحصار بينما دخلت القوات الروسية إلى معظم أنحائها وفي المواقف أكدت الرئاس الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون تعهد بتقديم ضيمانات أمنية لأوكرانيا في حال توصلت الاتفاق مع روسيا فيما أعلنت الحكومة الإيطالية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصل إلى تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكريملين ولسيما عبر فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا وفي بيانها أوضحت الحكومة الإيطالية أن الحلفاء اتفقوا أيضا على ضرورة زيادة العزلة الدولية لموسكو وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ما أعلنته الحكومة الإيطالية وعلى خط متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في الأسبوع المقدس الذي يبدأ يوم الخميس العظيم وحتى عيد الفصح الموافق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في خبرنا الأخير حذرت الأمم المتحدة من أن عشرون مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا تشهده كينيا والصومال وإثيوبيا ودفع جفاف مستمر منذ أشهر منطقة القرن الإفريقي إلى شفير كارثة إنسانية بعدما تسبب بتلف المحاصيل ونفوق المواشي ودفع أعدادا كبيرة إلى النزوح بحثا عن الطعام والمياه ويواجه ستة ملايين شخص في الصومال أي نحو أربعون في المائة من سكان البلاد إن عداما للأمن الغذائي بمستويات قصوى نختم شولتنا مع فقرة مخصصة للمرشحين إلى انتخابات المجلس النيابي عشرين اثنين وعشرين مرحبا معكم بلال علامي مرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بعبدة برنامجي للانتخابات اسمه حكيلي عن بلدي هيدا الموضوع بيبلش بشي يسمى فصل الدين عن الدولة نحنا نريد بالشعار اللي طرحناه أن نستعيد دولي لوطن تكون كل الممارسات فيه والحياة فيه مدنية يتساوى فيه المواطنون من حيث الحقوق والواجبات وإذا تمتع الحوكم فيه بالأهلية والشفافية والعصراني لحتى نقدر نطمئن لمستقبل هالبلد ومستقبل وددنا فيه جاي خبر كل الناس غير حكاين صوت العدالي سامع ناس بكل الشوارع حلم تقوي صورة والحرية جولتنا مع الحدث انتهت مزيد من الأخبار تجدونا على موقع TVSafety.com إلى اللقاء